بسم الله الرحمن الرحيم الجزء اللي جاي او الدروس اللي جاية كلها نظري محتاجة من لكم بس تركيز وتنظيم للأفكار برضو هيكون النظام بتاعنا ان شاء الله ان انا هقسم لكم الموضوع لحاجتين هلخص لكم الموضوع وبعد كده نخش نبص في الكتاب ها مستعدين مستعدين يلا بينا الدرس اسمه Expansion Slots and Cards فاكرين يا جماعة احنا عملنا ايه مرات اللي فاتت جبنا الماثر بورد وحطينا البروسيسور وجنب البروسيسور حطينا الرامات او الميموري دلوقتي بقى عايزين نشغل الشاشة صح ولا غلط عايزين نشغل الماوس عايزين نشغل الكيبورد عايزين نحط اجهزة خارجية واطفر الاجهزة دي ايه عايزين نعمل حاجات كتيرة جدا طب الحاجات ديت محتاجة ايه الحاجات ديت محتاجة Slots وفي نفس الوقت محتاجة Cards تعالوا كده نشوف الكتاب بيقولنا ايه بيقولنا ان Expansion Slots and Cards ديت For Adding Devices يعني ايه Adding Devices علشان تضيف اجهزة عايزين نضيف Monitor طب المونيتور ده هنحطه ازاي في الكمبيوتر تمام كده عندنا مثلا حاجة زي Graphic Cards تمام Graphic Cards ديت بتعرض رسومات ثلاثي ابعاد او فيديوز ثلاثي ابعاد عندنا Sound Cards علشان الصوت وعلشان برضو اقدر ان انا اسجل عندنا Network Interface Cards دي علشان اقدر ان انا اعمل Connect بالانترنت ديت Wireless Network Cards علشان اقدر ان انا اخش على الانترنت ولكن Wireless من غير Silk وعندنا TV Tuner Cards علشان احول الكمبيوتر بتاعي لتلفزيون يا جماعة الكلام ده سهل ولا صعب طبعا بالنسبة لكم سهل جدا عندنا حاجة اسمها Plug and Play ايه بقى Plug and Play ديت Plug and Play ديت يا جماعة المصطلح ده بيقول لك ايه ركزوا معي كده شوي انا دلوقتي عندي For example كده عندي printer البرينتر ديت اللي هي اللي بتطبع ورق طيب البرينتر دي انا عايز اوصلها بمين عايز اوصلها بالكمبيوتر طب انا دلوقتي وصلت البرينتر بالكمبيوتر تمام طب ارأيكم ارسمها احسن انا سامح حد بيقول ارسمها تمام كده طيب بصوا كده علشان نفهم اكتر واحدة واحدة انا دلوقتي عندي مين عندي برينتر اهي تمام طبعا نخطي جميل جدا وعندي كمان الكمبيوتر عايز اوصل البرينتر بالكمبيوتر طب الكمبيوتر دو وتنازل عليه ايه نازل عليه operating system ايه الoperating system ده جماعة ها الoperating system اللي هو الويندوز مثلا فوركزامبل تمام كده طيب الoperating system اللي نازل على الكمبيوتر دو ركزه معي يعرف حاجة عن البرينتر يفهم ايه هي البرينتر ديت ها ما يفهمهاش اصلا ولا يعرف عنها حاجة فلازم انا اعرف البرينتر ده بمين بالكمبيوتر او بالoperating system اقوله يا operating system على فكرة دي برينتر وهدين بالكم يا جماعة والاكنين ما يعرفوش بعض فانا عايز اعرف الoperating system علشان كده معظم الاجهزة اللي احنا بنجيبها بيبقى ليها cd هات بيبقى ليها cd او dvd cd ده بيبقى اسمه ده على فكرة تعريف البرينتر علشان تعرف البرينتر بالoperating system اوكي كده يا جماعة جميل جدا بلاج اند بلاي ديت without any human interaction without any human interaction يعني ساعدتك بتوصل البرينتر وبتشتغل اوتوماتيك لي من غير ما ساعدتك بقى تجيب cd وتحطها وتبتدي ان انت تنزل برنامج معين علشان البرينتر دي تشتغل وهكذا لا خالص بلاج اند بلاي حط واشتغل حط الوصلة بتاعت البرينتر واشتغل حط الوصلة بتاعت الماوس واشتغل وهكذا يا جماعة ها سهلوا لا صعب الكلام ده سهل جدا طبعا نصد PC-Card and Express card PC-Card and Express card slots accept credit cards sized ườ Argentina in NotebookComputers الحقيقة جماعة ان احنا في القاونة أخيرة أو في الفترة الأخيرة اخترعوا لنا حاجات كثيرة جدا تمام والحاجات ديت اه حجمها صغير جدا زي مثلا Mayor Credit Card عملونا كده كردة كارد يمكن ده مش عارف متوفر عندنا ولا لأ هنا في السعودية او متوفر معرفش معرفش متوفر فين انا ما شفتوش بعناي يعني ولكن ده بيبقى ليه سلات كده خاصة بيه تمام كده فالسلات بتاعه اسمه بي سي كارد او اكسي بريس كارد ده طبعا بيكون سريع جدا ومميز جدا تعالوا كده نشوف الكتاب اي لنا ايه نروح كده نجيب الهايليتر تمام ونبتدي انحنا نحدد بيقولك هنا الاكسيبانشن سلاتس ان دكورد بيقولك هنا موسيج ركو كيمبيوترز اللاو يوزرز تو اكسباند زير سيستم بيروفايديننج مين بقا اكسبانشن سلاتس انزا سيستم بورد طبعا جماعة الاكسبانشن السلاتس ديت موجودة على مين الا السيستم بورد بصوا كده أنا بس أعليكم الأول الرسمة شايفين ده كده ده اسمه سلط ده كده اسمه سلط ركزوا معي لو سمحتوا أهو ده كده اللي هو ده اسمه سلط ودي يا جماعة اسمها كارد شايفين وليها كده أهو تحت حتة كده شايفين الحتة دي هي اللي بتتركب في مين بتتركب في السلط دوت اوكي كده سهل ولا صعبة فاعتقادي ان هي سهلة جدا طيب نرجع تاني كده طبعا هو بيقولك هنا بص على الرسومات نورتها لكم عندنا بقى الحيات اللي قلت لكم عليها زي الـ Advanced Graphics Card دي بتبروفيد High Quality 3D Graphics عندنا الـ Sound Card دي بتأكسبت Audio Input from a microphone and convert it into a form that can be processed by the computer يعني دي يا جماعة بتأكسبت الـ Sound Card أو كارتة الصوت دي بتأكسبت Audio يعني بتستقبل صوت وبتحولوا لحاجة بيفامها الكمبيوتر كله كلام سهل والله Network Interface Card أو الـ NIC تمام دي بيبقى معروفة على انها Network Adapter Cards are used to connect a computer to a network تمام بتستخدم علشان تكون الكمبيوتر بالشبكة عشان يبقى فيه نظام شبكات شرحت لكم الرسومات وعندنا الـ Wireless Network Cards وعندنا الـ Tuner Card تمام طبعا الـ Wireless ديت allow computers to be connected without cables ماشي علشان نقدر ان احنا نعمل شبكة without cables من غير اي كابلات من غير اي اسلاك تمام هنا بيقولك now you can watch television تقدر تشوف التلفزيون capture video انت تلقط video and serve the internet at the same time كل ده في نفس الوقت عن طريق من الـ TV Tuner Cards اي رأيكم يا جماعة ها كلام صعب ولا سهل والله كلام سهل جدا كل عنده معلومات عامة في الحاجات دي هي قدر ان هو يعرفها طبعا لوحده بعد كده plug and play was originally a set of specific hardware and software standards developed by intel ديت معمولة اصلا عن طريق intel microsoft and others as hardware and software have evolved however plug and play has become a generic term تمام that is associated with ability بصوا بقا ديت وظيفتها ايه بتعمل او عندها القدرة to plug any device such as a printer or monitor into a computer and have it play or work immediately يعني دي عندها القدرة اللي هي المصطلح ده او الخاصية ديت نيتشغلك printer او monitor تمام كده immediately ديتلي على طول في نفس الوقت من غير ما الهيومن بيتدخل او غير بني ادم ما بيتدخل خلاص كده وطبعا في الاخر خالص pc card slots واسمها express card تعالوا كده نشوف الconcept check what are expansion slots and cards name five expansion cards قلناهم طبعا discuss plug and play قلناها what are pc card and express card slots قلناها طبعا من شوية اراكم في الحتة ديت معتمدة شوية على الحفظ ولكن انت لو فهمت تقدر انت تكتب طبعا باسلوبك اوكي كده يا جماعة اوكي اشتركوا في القناة